نسيبنا من الدخلية شوية ونتمنى لهم يا رب التوفيق الموسم اللي جاي المصري تجريمة مع المصري وكنت ماشي بشكل كويس مع المصري وفجأة رحلت عن النادي المصري لماذا؟ الرحيل النادي المصري اللي خير على كبير طبعا وانا عاشت اجمل ايام في النادي المصري وكل حاجة النادي المصري يعني فضلت ثلاث سنين ونص والفترة الاخيرة انا مشيت بقى عشان المجلس اللي جاء هو اللي ماشي اللعيبة تقريبا يعني بس ما كانش فيه مدير فني ما كانش فيه كان كابتن حسان مشي كنا شغالين مع كابتن حسان حسان اه يعني مش جايز فني او مش مدير فني هو اللي اختار انه اللي بادي تمشي الادارة هي اللي اختارت الادارة هي اللي مشيت اللي مشيت اللي مشيت اللي مشيت لما مشيته عرفت ان انتو كان ليكوا بعض انت وكم من زمالك ليكوا بعض المستحقات المتأخرة 8-9 العيبة هل المستحقات المتأخرة دي تم تسويتها ولا لسه عندكم لا لا ولا اي حاجة كان الاول حد من الإدارة كان بيتصل بالعيبة كابتن إسلام جمال كابتن إسلام صلاح ويتواصلوا معهم إنهم يتفقوا على جزء وكل حاجة وفجأة الاتصال ده تقطع وبعد كده هم تواصلوا معهم فمحدش بيرد عليهم فكان عندنا مطش مع الناد المصري قبل كده فمطش ودي فقبل تحدي من الجهاز الموجود حاليا قال لي إحنا كنا عاديين ومن الآخر كده عايزين تشتكوا وحشتكوا مع النادي مش هيديكوا حاجة آه بغش كده آه لهم يعني راح نفسك وعايز أفصل حاجة برضو عشان الناس اللي دخلت يعني بتشتم كابتن الفرق اللي هو كابتن إسلام صلاح هو معظور إنه هو طبعا اشتاكل النادي لأن طبعا هو كابتن إسلام صلاح بحجمه وباسمه في النادي من صغره لحد ده حكامه تهتين سنة ما كانش يمشي بالطريقة دي وما كانش يتعامل المعاملة اللي هو تعمل هو لو مش ياخد مستحقاته يعني من حقق كل نادي إنه يمشي اللعيبة اللي هو عايزة حتى لو لعيبة اسمها كبيرة بس أخد حقي يعني يعني من حق كل واحد ياخد حقه أو أنه تواصل مع بعض عادي يعني رد قولي إنه أنا مش هاد أرديك حاليا نصبر مع بعض لكن ما تفاجئش إنه أنا بدل موجود واللي مش ما تدلوش صحيح وبترجع تعاتب نفسك إنه أنت ما دفعتش لما هو يشتكي أو يجعليك غرامة أو التأييدي توقف ترجع تقولي يا ريتني كنت رفعت ملاوة يعني أنتوا قدمتوا شكوة قدمنا شكوة طيب متحدة الكرة للمصري طيب الشكوة دي ممكن يحصل فيها التصعيد ويتم إيقاف كده للمصري ممكن طبعا يعني إنه كتير مش واحد أو اثنين شكوة ده كتير شكوة وطبعا رقم كبير يعني ما تبقى ما يبقى رقم كبير طبعا والمصري ما حدش يتواصل معاكو كان القاوة في البدايات لكن دلوقتي لا ما حدش بتواصل حتى لما قدمتوا الشكوة يعني ما حدش يقلكم مثلا إسحابوا الشكوة وهنسوي الأمور محامية النادي تواصلت مع حد من اللعيبة وبعد كده قطعتين خالص لما عرفت إن إحنا اشتكينا كلنا تواصلت مع حد وبعد كده ما تواصلتش إيه رأيك في المصري الموسم ده شايفه عمل إزاي لا ما شاء الله ما شاء الله السنة في فرين وفي روح جديدة في الفرقة في لما كده بين اللعيبة عاملين موسم في بعض المطشط هايلين ما شاء الله كابتن ميما عبدالزا عمل شغل محترم في الفرقة الأخيرة طبعا والناس المحترمين طبعا أتمنى إنه هو يكمل ياخد فرصته يكمل عند المصري الكابتن حسام والكابتن مبغيم دايما اليوم كامية مع النادي المصري طبعا زعلت لما مشوا من الفريق أنا كنت معهم زعلتها ما كابتن آياب مشي كابتن آياب أكتر يعني ما كنتش موجود معاه وأنا مشيته لأنه هو الراجل بيحب النادي مش ما بيحبش النادي بس هما مش فيه ناس بتحبه وفيه ناس على السوشيال ميديا وبيشده اللي بيحبه برضه لكن هما متعاملوش معاه وكان ماشي معهم بصورة كويسة يعني بتعادل مع الزمالك كان معاه كذا ابنات كتير في أول الدور طبعا فأنت زعلت لأكتر إن الكابتن آياب جلال مشي من المصري أكتر من الكابتن حسام وأنت كنت ماشي مع الكابتن آياب كويس؟ كنت ماشي مع الكابتن آياب كويس بس ما حضرتوش لما مسك كنت مشيت كنت مشيت بس زعلت إنه مشي بالصورة اللي هو مشي بيها لأن الناس فهمة إن كابتن آياب ما بيحبش النادي أو كابتن آياب جاي شغل وخلاص كده لا أول كابتن آياب فعلا لو ما بيحبش النادي مش هيرجع تقاني إلا هيرجعه النادي المصري النادي جماهيري صح ويشتغل فيه باسمه لو جالك عرض في أي وقت من النادي المصري تحب تروح؟ طبعا تشرف لي طبعا تحب تروح تبيتي دلوقتي تحب تروح طبعا تبيتي دلوقتي